منين القوة حتى الآن على وسائل التواصل الاجتماعي على مواقع الإنترنت؟ لماذا يبدو جوجل حتى الآن شيخاً، سنياً، متطرفاً، موالياً لابن تيمية؟ يعني متعاقد مع ابن عبوهاب؟ التواجد ده نتاج سنوات طويلة متراكمة، ففيه طراكم حصل في خلال أقود الماضية التحولات في السعودية لها تأثير، ولكن على المدى متوسط والطويل لا يوجد تأثير آني إلا فيما يخص الاستخدام المباشر للكائنات السلفية كأحد أدوات السياسة الخارجية للدولة السعودية تواجد السلفيين أقل ضرر فيما يخص المحظورات الفقهية لا يوجد هناك اختلاط، لا يوجد موقف أو صور خليع أو ما شابه قد يكون هناك بعض التحافظات عليها مثل ما هو الحال في أحياناً في الصحف أو القناة الفضائية فبالتالي هو أخاف دار وأسهل في الاستخدام مش محتاج مقار قناة يصرف عليها، ممكن مدخل بيانات من أي مكان في العالم يدخل بيانات بيوصل صورة متكاملة بمعنى دايماً لو تصفحت هذه المواقع تلاقي فتوى مرتبطة بموضوع آخر، أبو فتوى ثالثة وهكذا في شبكة عن كابوتية فجأة تلاقي نفسك محاصر أمام المنهج كل ده بيتم بشكل ممنهج وليس بشكل عشوائي فيما يخص المنتج الدعوي طيب، خليه أنت حرك بتقول استخدام شرية الكاسد في الأول طول الوقت الجماعات تستخدم إعلاماً والإعلام بوسائط مختلفة من أول طبعاً الوسيط المقدس وهو المنبر لغاية الكاسد في السبعينيات وبعدين بتتطور المسائل تكنولوجياً يعني ليه هم أسبق بخطوة دائماً لمجتمعاتهم فيما يخص هذا الاستخدام يعني اللي يروج للتطرف والتعصب الكاسد مش التنوير مش بيروج للتنوير تلاقي الجماعات الإسلامية هم أول من اكتشفوا الإنترنت هم أول من استخدموا هذه التكنولوجيا البالتوك ويستخدموها في الاغتيالات في الحركات في الإرهاب في التجنيد السؤال هنا العقل السلفي المتخشب ومتجمد ومش عارف إيه إذا به هو الأسبق وصولاً للتكنولوجيا والأكثر استخداماً له تفسر ده بإيه مع ملاحظة هذه الكسافة في الاستخدام كان هناك أصلاً تحريم في البداية مثلاً في الأصل هم دائماً ليسوا يدعم خطة في طريقة تحركهم أو نشاطهم الدعوي يتحركهم بناء التجربة الذاتية ومقارنة سلوك الجماعات الأخرى ثم حساب المكاسب والخسائل المترطبة على استخدام وسيلة أو بعينها حراموا القهرباء في إزاعة الأزام في بعض الأوقات ثم حراموا تسجيل القرآن على الاستوانات كل شيء الفضائيات تم تحريمها والإنترنت كذلك ولكن في لحظة ما بيتم مقارنة المكاسب الخسائر فيجدوا أن الفرص تمددهم وانتشارهم وتأثير دعوتهم أكبر باستخدام هذه الوسائل فيكثفوا نشاطهم فيها طريقة الاستخدام نفسها لا تختلف كثيراً عن طريقة الشيخ عن ممبر هو لديه رسالة يخاطب قطاع محدد من أتباعه يحاول إقناعهم وبيان أسباب موقف معين سواء فيما يخص الجانب العقد أو الجانب السياسي أو أزمة اجتماعية فقط حتى مع تطور وسائل الإعلام التي اشتبك معها عموم الطيار الإسلامي بكثافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر